كتعاني اليمن تسبوغات ومليطة شو بيتسبيا ديوت زياني ان شاء الله فهذا الفصل ديال الصيف اليوم جبت لكم وصفتي المفضلة اللي ستزول لك تسبوغات تجاعد الاسميرة اللي كيكون حول الفم تحت العين أي الهيلات السوداء محيط العين العنق الرقابة الكوعين المرفيقين العريسات ان شاء الله الله يسهل عليكم كاملين وكملات وصفة الأرز وكرام نيفيا لعلبة الزرقاء للترطيب والتبييد والتخلص منها التجاعد مهما كان العمر ديالكم البنات وصفة كلها البنات طاقة إيجابية كلها حماس لانو فحل هذا الوصفة هذو فغام والبنات كنكون كيما كنقولو نجرباهم معوداهم معوداهم باش كنجيم باختاجهم معاكم رغم نخليكم البنات النتائج هكذا في البداية انت على فيديو را تكونوا شوفوهم ما شاء الله يعني كما كتلاحظو ينفتس حتي داكلو كخيم على الليديدات ديالك مثلا هكذا هكذا عندكم برقعين كيما نفحل نمشوا الكلفة ومرة غير بوقع كحليل بالنسبة للبنات اللي يريدون لبسو صناد لات هذي لوقيتها لبناس ديال الكلاكات وصناد لات من طبيعة الحال كنبقوا نختاره ونوع ونشكله باش نجيبوهش حاجزونا ولكن في الاخر كان لقام طبيعة الحال لليديدات اللوجية مشوط بشموشات خصوصا اللي مشات البحرق بال وتبرونزات خدات اللون فكيجيل وجيه هكذا يديل همشو هكذا مبرقع وحتى الرجلين وليديدات كيكونوا مشوطين بشموسات فان شاء الله اليوم موصفة الروز وكريم نيفيا ماكينة شي وحده قسما بالله البناس اللي شاركتها معها وما عجبتها وما صدمتهاش لغزولتها او لبليتو وما صدمتهاش النتيجة فماشاء الله اللهم بارك نتائج صادما تمنى تعجبكم تمنى تنال الردى ديالكم تمنى تنال الاستحسان ديالكم واهم حاجة عندين هاد شي كامل هو تجربتكم لهاد الوصفة وتقولوا لنا في كومنتا كيف تجدتكم هاد الاغوزات واش عجباتكم او لا ما عجباتكم مرحبا بكم وكذلك البنات اللي كانوا من الاسميرار ديالسينين وعوام كي اللي عده مثلا الليت تاشور الكحولية وازدروكي في البارتي انتم هاد اعوام وما خلت ما جربت وبدون نتيجة فان شاء الله ديالي هاد الوصفة قسما بالله الى مند اول استخدام هاد المشاكيل الكاملين كذلك البنات اللي كانوا من الحبوب الاثار دياله التسبوغات كي ما قلنا ديالسيني الحروق ديالش مثل الكحولية اللي كتسكون في البارتي انتم فهاد الاغوزات ان شاء الله غتبيدك وغترجعك باللارة عروسة ان شاء الله منذ كي ما كنقولو من اول وجديد لانه بزاف العرايسات كي اللي مزوجة عشرين سانات لازين سانات كتقولي راح نتقرنا بلاي طاشو الكحولية وغينا نرجعوا عرايسات من اول وجديد ان شاء الله فقاعد يترجعي ان شاء الله عروسة وخدتكوني مزوجة هذي ربعين سانة واللي شفتك تغروري ما غتوقفك وتسويلك على السر ديال بياض ديالوجيه ديالك وهاد لاغوزات اللي بنات ركتتخلص حتى مجلد الميات من البون وكذلك الطبايع البوقع اللي يكونوا موجودين في لوكوغ كامل وان شاء الله ركتتكلك لعشر درجات ولكن يسهل عليكم كامل انا كنتظركم تشجعوني بوحد اللايك من طبيع الحال فضلا وليس امرا الله يسر امركم وكما كان قولو خليوا لديك امان تغزوينين يعني هفتل تحت تبتيت وجود ديالك بوحد التعليق وكذلك البنات حمسونا بلايك ديالكم خبطوا اللايكات كثير منهم لانو فغاموا تفرحونا واتشجعونا باش نزيدوا نجيبوا لكم الجديد وما تنسونا ش من التعليق وشنو تبغيو تشوفو ان شاء الله في فيديوهات المقبلة وشتركو في القناة وعلى بركة الله ندوذو المكونات المهم اول حاجة اللي بنات غين حساجون ان شاء الله الروز النوعية الروز اللي كان نشارك معاكم ولي كان نقول لكم دي ما ديروه هو هذا العادي يعني سبارك الله الانواع ديالا الروز دبرا كتار ما كيتحسبوش فانا الروز اللي كان قوليكم هو هاده هاده نوعية ارخص روز وحسن روز فنفس الوقت نوعية زوينة ممتازة انا نصحكم بها شوفو كيفاش تجي هكذا فكتأخذ الكيمياللي بغيتي يعني يدرها مجدرها مهم كيميالي غتناسبك وغتحتاج ان شاء الله كرام نيفيا هنا البنات عندي سواء هاد العلبة المتوسطة هيا في هستين ميليليلتر باش كتعرف الكرام دائما بهاد نيفيا اللي كتكون مطبع يعني رمني كتمسي بسبع ديالك اما كتلقيهاش غير دايزة وصافي الله كتلقي هاده نيفيا محفرة هذا البنات يدير 12 درهم هذا هو الحجم المتوسط وانا الاغلبية كنجيب الحجم الكبير لانه هو اقتصادي وكيدم معي مدة طويلة 8-20 درهم وفيه 150 ميليليلتر هانتوما البنات نتمنى هاد تباقتاجي وهاد الفيديو باش ان شاء الله تعمل فائدة للجميع لانه هذه وصفة الصيف ديال كرام نيفيا والروز نتمنى ان شاء الله تشاركوها مع الحباب والأصدقاء المهم عندنا فيها كما قلنا 150 ميليلتر باش كتعرف الكريم دائما اصلي كما قلنا بهاد الكتابة هاده 8-20 درهم هذا البنات الحجم ديالون توسط كدير 12 درهم كي الكيوت الحجم صغي ور ما شاء الله اللي يخزي وول فيه 30 ميليلتر 8-7 درهم مغربية فيه تقريبا الكيمياء المعلقة كبيرة مملوئة كبير الروز هو هاده البنات اللي كان نشارك معاكم ديما وبعد ما طبيع الحال كيكون مطحون هو هاده البنات كيكون منيل في حاله في حال دقيق نعودوا المقادر قلنا غدي نحتاجوا الروز غدي نحتاجوا كرام نيفيا هاده العلبة هاده الزرقاء بالنسبة لكط التناوي غدي تحتاج معي ان شاء الله إلى الحليب المجفف الحليب غبرة اي الحليب نيدو وهذا البنات غزال هذا الحليب غبرة يحمق وإلا عندك التجاعد تزيد لي وحد المعلقة للشوفان والخرطال اللي كتكون مطحونة هاي البنات الشوفان والخرطال اللي راه معروف كتجيب منه كيمياء اللي بغي تيرارتمن دياله مناسب للجميع يعني يجي بيدرهم جدراء موهم كيمياء تبقى دائما اختيارية على حسب الرغبة فهذا الشيء اللي كانوا على بركتي الله كما قلنا نعود المقادر قلنا كرام نيفيا العلبة الزرقاء الحليب غبرة قلنا الشوفان غبرة مطحون والروز مطبيت الحان مطحون وكذلك غدي نحساب شوية الماورد لان نصيف هذا يجب انتعاش يجب انتعاش يحتل عندك الهلة السوداء تحت عينيك ماء ورد البستان القلعة مقونة يصلح التجميل وحمرة العين والحمى والتجاعد قرعها ونصحك ونضع برد البخاخ ونضع برشيه قبل ان نعسي ونضع في الصباح ونضع برد البخاخ ونضع اشراقة بدون مكياج لم يكن نصح بيه يقولون أن نصحنا بشي فاندوتان لانهم خيبين نختج معكم الواقي الشمسي فاندوتان لا لانني لم يكن نضع برد وعلى بركتي الله ندوز لطريقة التحضير لا تنسونك حبيبتي كالله يسر أمرك والله يفرحك كما تفرحيني ان شاء الله المهم نضع الكميلي نضع المعلقة الحليب غبرا المعلقة الحليب المجفف اي نوعية نضع اي ماركة ونضع الورد لكي نجمع المقادر مع بعدياتهم نضع 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 مغزلات مغزلات ونضع نضع مغزلات ونضع سوف نضيف القضية قمنا بمضال كيميات الشوفان قمنا بغير كيميه سننضيف قمنا بغير كيميه نضيف والكيميه في أهل الكريم نيفيا في الكريم نيفيا الكريم نيفيا تنادر الناب الزرق و أحسن نوعية نضيفها في الليل و تضيفها تقريبا ثلاثة مرات في النهار لأنها تزول لها حتى التجاعيد و ترطب لها البناء المهمة للتجاعيد يجب أن تحمقها لا تجاعيد لا تبييد لمناطق الحساسة ولا تبييد الواجه ولا تبييد الكوعي اي منطقة عندكم فيها مشاكل و ضروري ما نطبق معكم في حال هاد الهميزة هادي باش شوفوا لي قوام ديلها كيفاش يجيك كيهب الكي حمق ما شاء الله اللهم بارك يا البنات كيف يجيك كيف يجيك كتحمق كيف يجيك كتحمق بطبيع اي منطقة الناس تزيله كريم اللوصفة الواجهة كيف يجيك كريم نيفيا روز كرام نيفيا معجون الأسنان سوف نشارك معكم هذا البيضاء تعجبني كثير هذا معجون الأسنان لا يجعله خصوصاً في البارتيانتي لأنه ستكون لديهم الحساسية من معجون الأسنان كما قلنا قلنا معجون الأسنان نحن نضع روز والخرقوم البلدي و شوية الماورد و الشوان الأسنان في نيفيا والروز على بركة الله هذه المناطق الحساسية هل نخذ من معلقة الروز غبرة معلقة الخرقوم البلدي كمية من ماء ورد كمية من معجول أسنان وكريم نيفيوبس حورها عندي أنت كمية من ماء ورد كمية من ماء ورد كمية من زر كرام نيفيا العلبة الزرقة لا تفعل نيفيا العلبة الزرقة شاركت معكم الوصفة بكريم نيفيا العلبة الزرقة كرام نيفيا العلبة الزرقة نحصل على النتيجة والغزلتة لتعجبكم مغزلت هذه هي الوصفة لا تطبيقها في أي منطقة الكوعي المرفيقين غير الوجه اللم الأحسن هذه هي مجلوزة الوصفات الوصفة الأولى والمناطق الحساسة والوصفة الثانية الأحسن استخدامها غير المناطق الحساسة بشرط إذا لم يكن لديك الحساسية من معجول الأسنان ممكن استخدامها أو تطبيقها على بشرة الوجه بصحة والراحة هذه هي مجلوزة الوصفات التي نشارك معكم اليوم والناس اللي يسولوني من بعد ما ندهنوا لغزلتة و تبلينا الغزلتة و نعودون نرطبوا بشي حاجة فمن الأحسنة لبنات رطبوا غير بكرام نافيا لأنه في ترطيب فيها ريحة فيه تنعيم فيه نعومة لمعان إشراقة في كل الأشياء الإيجابية فهذا الشيء اللي كان حبيباتي وبصحة والراحة ونبدوز باش نطبق معكم إن شاء الله كلاertas ونضع لغزلت هذه أصلي بدنا نضع كاريم ونضع نصحة انتظر 30 دقيقة اي نصف ساعة عشرين دقيقة على حسب الوقت اللي اخذتليك ممكن تاخذ قلب ومن بعد سفيما كتيبس غسلي اللوكور ديالك نشفيه ودوزيبه اشترتبه بكريب نيفيو بصحتك وراحتك منذ أول استخدام من الأحسن تبقى المرة الأولى والثانية بيض المنطقة مزيان وتخرج ان شاء الله بالله رحالي بيا صافيا ان شاء الله وان شاء الله هالعريسات اللي سهلة لكم كاملين وكاملات حاولوا تجربوها بأسبوع قبل باش تبيضكم ديال بالصح وجميع المناطق ان شاء الله تتللي فيهم بلا ما تخسري فليسات كنت مشيت للصالونات متنسوش اللايكات كما قلون لهاد الفيديو ان شاء الله المزيد من الميزات من الوصفة فترة جايين نرجح اشجعونا بالتعليقات تعليقات 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 بزف بزف حبيباتي الله يستر امركم واشتركوا وانتقى معكم في فيديوهات مقبلة الى اللقاء اشتركوا في القناة